صلى الله عليه وسلم 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 لا تخف لا تخف من أي شيء روعك كن مع الله يقن ربي معك وإذا نابك قرب فاستبر وادع مولاك وجفف أدمعك ما لنا إلا إله واحد فاسأل الكون وكل من أبدعك واسأل الطفلة جنينا في الحشة من رعاك الآن من ذا أجبعك واسأل البدرة مطلا في الدجة باعثا أضواءه ما أروعك واسأل الصبح تجلى مسفرا بعد ليل حالك من أطلعك سر رسول الله كل يا مصطفى سر رسول الله كل يا مصطفى ما فيش حد بصلى على سيدنا النبي ما أنا بقول لحضرتك دايما إذا أردت أن يفرج الله قربك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت أن يغفر الله ذنبك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت أن يبارك الله في رزقك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت أن يوسع الله رزقك فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت بركة إذا أردت فتحا إذا أردت نصرا فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت شراحا للصدر فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي إذا أردت طمأنينة للقلب فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي بل إذا أردت سعادة في الدنيا والآخرة فأكثر من الصلاة على سيدنا النبي محمد سر رسول الله كل يا مصطفى من هو المصطفى؟ سيدنا النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن كصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهر ابن غالب ابن مالك ابن النظر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سر رسول الله كل يا مصطفى يا شفيع الخلق من قد شفعك إنه ربي إله واحد كن مع الله يكن ربي معك مشاهدنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مع الرحمة أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يجعل أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حفظ الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين أمينة أمينة يا رب العالمين أحبابنا الكرام في كل مكان حلقة اليوم حلقة خاصة بنقدمها لحضراتكم في هذه الأيام الكريمة يعني موضوع الحدث هو ده الحدث اللي بنعيشه الآن لطلبة وطالبات الثانوية العامة إحنا موضوعنا النهاردة عن واقع تنصيق القبول بمختلف الجامعات المصرية هذا العام مرة أخرى واقع تنصيق القبول بمختلف الجامعات المصرية هذا العام بنتكلم عن التعليم العام بنتكلم عن الجامعات بنتكلم عن الثانوية العامة أشياء موضوع مهم جدا وخطير إن شاء رب العالمين نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت ويسعدنا ويشرفنا حينما نتكلم في التعليم ونتكلم عن التنصيق إلى آخر كل ما يتعلق بمنظومة التعليم لابد أن يكون معنا الكاتب الصحفية القدير الأستاذ رفعة فياد مدير تحرير أخبار اليوم والخبير التعليمي اللي بنسعد به دائما وصاحب الأسلوب السهل الميسر في عرض المعلومة حينما نتحدث وحينما يتحدث عن التعليم فالكلمة تخرج من القلب وتصل إلى القلب معنا ومعكم الأستاذ رفعة فياد أهلا وسعد أهلا بيك أشكرك إيه الشيك الجميلة دي النهاردة ربنا يبارك فيك قبل ما أدخل في موضوعنا أحباب الكرام أنا بشكر كل الناس اللي تواصلوا معنا وردود الأفعال الواسعة داخل مصر وخارج مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى على حلقة أمس والحلقات السابقة طوال الأسابيع الماضية حينما قمنا بإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بفضل ربنا سبحانه وتعالى حينما أعلننا الأسماء وكان في مدخلات مع الأوائل ثم كان اللقاء في حلقة أمس الحلقة الموفقة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وللاقة قبول واسع بفضل الله رب العالمين بفضل الله رب العالمين كان اللقاء أمس أحبابنا الكرام مع أوائل الثانوية الأزهرية ما شاء رب العالمين نمازج مضيئة ومشرقة ومنيرة ما شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب وكان مشرفنا في حلقة أمس فضيلة الأستاذ الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعهد الأزهرية مع الأوائل والتداخل معنا فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف له كل الشكر والتحية والتقدير على مدخلة القيمة وأيضا كان معنا في مدخلة على الهواء الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر وأيضا فضيلة الشيخ القارئ الإزاعي القادير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطروتي ربنا يبارك فيه الجميع يا رب اللهم أمين وكانت المدخلة القيمة واللي لاقت أيضا ردود أفعال كبيرة جدا من خاصة من طلبة وطالبات الأزهر من الدكتور سامي عبد العزيز أستاذنا أستاذ الإعلام والعميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة وكان معنا في النهاية حينما قدم معنا الجوائز القيمة ما شاء رب العالمين الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة جوائز قيمة من مؤسسة ابن مسجد ومؤسسة سوكيا الماء لهم كل التأدير والاحترام ليه أنا بقول للشكر لهم لأن كانت حاجة جميلة إحنا العام الماضي كنا مقدمين جايزة مالية للأوائل كانت الجايزة المالية ظرف فيه 3000 جنيه هذا العام ما شاء رب العالمين مؤسسة سوكيا الماء ومؤسسة ابن مسجد والحج عزة والسيدة الفاضيلة الحج أم عبد الرحمن قدموا لنا السنة دي ظرف مالي للأوائل ب5000 جنيه ما شاء رب العالمين ربنا يبارك فيهم ظرف ب5000 جنيه لكل طالب من أوائل الشهادة الثانوية الأزرية لكل طالب وطالبة من الأوائل فلهم كل التحية والتأدير مرة أخرى مؤسسة سوكيا الماء ومؤسسة ابن مسجد والحج عزة والحج أم عبد الرحمن لهم كل الشكر والتحية والتقدير ربنا يبارك فيهم ويبارك فيه كل من يتعاون معنا في فعل الخير فليس المهم أن يقال من رفع الراية المهم أن ترفع الراية أحبابنا الكرام أيضا والشكر والتحية للدكتور عصام الروبي اللي قدم لنا الطرطة الجميلة الطرطة السنوية اللي بيقدمها لنا دايما فيه احتفالية تكريم الأوائل على شاشة قرارات الرحمة أيضا كل الشكر والتحية للمكتبة الصفوة اللي قدمت لنا مجموعة قيمة من المؤلفات القيمة ربنا يبارك في الجميع والشكر والتحية لفريق عمل البرنامج اللي قدم حاجة جميلة والصورة الجميلة الجميلة المنظر الأخير واللقطة الجميلة مع أولياء الأمور دي الصورة أستاذنا دي صورة النهاية في حلقة أمس الأوائل ستة أوائل اللي تواصل معهم تلفونيا فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر وإمام المسلمين فضيلة الشيخ علي خليل منور أستاذ محمود حسان مدير القناة الأوائل أولياء أمورهم ربنا يبارك وطبعا كان فيه شخصيات أخرى ولكن قالوا لأ دول كفاية أنهم يظهروا على الشاشة فلهم كل التحية والتقدير مرة أخرى الشكر والتحية لمؤسسة ابن مسجد الشكر والتحية والتقدير لمؤسسة سوكيا الماء وربنا يبارك في الجميع يا رب الله أمين حبيبون الكرام ندخل بقى من الأزهر إلى الثانوية العامة والتنصيق والشغل الشاغل لكثير من أولياء الأمور لأن فيه لغباطة كبيرة إحنا عارفين أن التنسيق التنسيق المرحلة الأولى بدأ من يوم السبت والمفترض أنه كان ينتهي النهاردة ولكن طلع قرار بمده لغاية بكرة لغاية بكرة اللي هو يوم بكرة الخميس إن شاء الله رب العالمين بإذن الله هنفهم حاجات كتيرة وعديدة إن شاء الله محتاجين نعرف أخبار التنسيق للمرحلة الأولى والتحليل أمور كتير عشان ما أتكلمش كتير ندخل مع أستاذنا وحنبدأ واحدة واحدة لأنه هيقول لنا معلومات النهاردة مهمة جدا وأي حد عاوز يتواصل معي من خلال هذا الملف يتواصل معي من خلال التليفون على رقم تليفون الواتس واتس الرقم 010 220 297 4 على واتس الرقم 010 220 297 4 ابعتوا أي أمر متعلق بالتنسيق أو نتيجة الثانوية العامة أو أي أمر متعلق بالجماعات وإن شاء الله نقوله لأستاذ رفعت ويتم الإجابة بكل سهولة ويوصل بأجل أن نفض الاشتباك اللي موجود عند كتير من أولياء الأمور في البداية أستاذ رفعت مرة أخرى منورنا الله يخليك أستاذ رفعت ربنا يبارك فيه أنا عايز في البداية تحليلك من البداية كده لنتيجة الثانوية العامة شوف هدريك طبعا نحن نعلم جميعا ظروف إجراء امتحانات الثانوية العامة السنادي في ظل ظروف كورونا لم نكن مرين بها لهنا ولا أي دولة في العالم في ظل هذه الظروف اللي كانت أصابت المجتمع كله وأبنانا الطلاب والليلهم بالتوتر الشديد والخوف من الإصابة أثناء الامتحانات بالإضافة إلى أن جعلنا أو تسببت كورونا أن نحن نوقف الدراسة بالنسبة للجامعات والمدارس بدأ من يوم 15 مارس الماضي وجعلتنا أيضا أن نحن لا ندرس المقررات التي كان يجب أن تدرس لطلاب السنوية العامة بدأ من 15 مارس وحتى نهاية العام ودي كانت تمثل حوالي 25% من المقرر أي أن لأول مرة السنة دي طلاب السنوية العامة يمتحنوا في ثلاث تربع المقرر فقط وليس في المقرر كله لكن مع هذه الظروف أجرات الامتحانات والحمد لله عدت بسلام أي مع كل الإجراءات الاحترازية للدولة عملتها وأطمئن الطلاب أولياء الأمور بعد اليوم الأول أن كل شيء تمام والحمد لله لكن ظهرت نتيجة السنوية العامة وكانت صادمة للكسيرين ومفرحة للكسيرين أيضا نسبة النجاح عالية السنة اللي فاتت بنسبة تقرب من ثلاثة في المئة أي واحد وتمانين ونص في المئة لنسبة النجاح في السنة والعام فطبعا المشكلة مش في النسبة بقى أستاذ مولهام المشكلة في الشريحة الشرائح اللي فوق اللي هي حصلة على مجميع عالية ومجميع عالية لأن المدرسين بتوها الدروس الخصصية محترف الدروس الخصصية بيدربوا أولادنا على أن يجاوب على المعلومة في شكل كابسولة دايما بقولي التعبير ده فالطالب يلمي درجات بسهولة ومن هنا نلاقي كثير من الطلاب جايبين تسعة وتسعين وتمانية ومن عشر وبعضهم وصل مية في المية وكأنه ما غلطش في حرف ده لحتى اللي بيحط الامتحان المادة لو هو جاوب على الأسئلة اللي هو حطاه مش ياخد مية في المية فإذن ده خطأ في نظام الامتحان ونظام التصحية وده خلى تسير من الطلاب مع المجميع العالية دي يعتقدوا أنهم عباقرة فأصبح عندنا حالة مرضية للأسف عندي ابني وابنك دلوقتي ما يجيبوا مجميع عالية كده أنا وإنت وأولادنا المجموع ده يوديني فيه مش أنا راغب إيه ده أنا جايب تمانية وتسعين في المية وهنا مش هقوله ده أنت خائب وقول أنت مزاجين ده العام ده متفوق متفوق يقول لك المجموع ده يوديني فيه ودي مشكلة المشاكل لدى طلاب السنوات العامة ونسبة كبيرة منهم لأن ما بيلتحقوا في كليات زي كليات الطب مثلا بالنسبة للطب 20% منهم بيصد في السنة الأولى لأنهم دخلين على غير رغبات استخسارا للمجموع أو نوع من الوجهة الاجتماعية أو بسبب ضغط الأهل وخلاوهم ده كنا بنتكلم فيه ده أنا الأول على مستوى الجمهورية في السنوات الأزرية كسم العلمي جايب 650 من 650 100% عامل إيه دكتور عامل إيه ستسابة قالك أنا أنا بقوله هتدخل كليات إيه يعني يدخل بقى كليات الطب الطبيعي وعلمي طيب فهمنا إيه المجموعة ده يود دير أطولك لا أنا هدخل كليات العلوم كسم فيزياء أحييه بقى كده النوعية دي وده هيطلع الأول دائمنا على الكلية وهيبقى أستاذ في الجرن يدخل اللي هو عايز زي أنت تدير على كلام حضرتك تمام لو أنا حللت النتيجة اللي هي لسه دلوقتي وحضرتك أشرت في بداية الحالة إن التنسيق امتد لحد بكرة عشان إتاحت الفرصة حتى للطلاب المتظلمين من نتيجة السنوات العامة وطول علوم درجات يعني هو أنت عايزت وصل لي وتقول لي إن في صدمة من التنسيق مثل المرحلة الأولى ده لسه إما تعلن النتيجة بقى إما تعلن النتيجة يعني أنت في عندك قصة في مسألة النتيجة لا وبداية الصدمة كانت فين أي في المرحلة الأولى إما تعمل حد أدنى للتقدم للمرحلة الأولى بتوضح لنا كده بالأرقام المرحلة الأولى تقدم لها أوكها أصلا أنا بقسم المجموع بتاع الناجحين في السنة العامة لمجرد شرائح البعض بيعتقدها أنا ملحيتش المرحلة الأولى طبعا أنا هروح فينها مش قضية أنك تلحق المرحلة الأولى ولا التانية أنا عندي مثلا خمسمية وخمسين ألف أوزحهم إزاي لابد أعملهم مجموعات فجيت عملت المجموعة الأولى مية وخمسين وما درش أزود عن كده ليه لأن إجمال الرغبات اللي بتكتب من قبل الطلاب يا أستاذ مؤلم خمسة وسبعين رغبة أي أصحاب المجميع العالية دي لو كتب أكتر من خمسة وسبعين رغبة لو هم عددهم كبير ممكن يستنفذوا الرغبات ويكتبوا الرغبات الخمسة وسبعين ويخش شوال رغبة منه لأن مجموعه يعني في النص أي سبعة وتسعين سبعة وتسعين ونص كتب كل كليات الطب وطب الأسنان والصيدل والعلاج الطبيعي واجهة المساوة الجمهورية كلها وما خدتوش ليه ما نيجي للحد الأدنى لدخول المرحلة الأولى للتقدم للمرحلة الأولى أي ستة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين وستة من عشر سبعة وتسعين وستة من عشر ده الحد الأدنى لدخول المرحلة الأولى بالنسبة لقسم علم علوم سبعة وتسعين وستة من عشر انت عارف عدد اللي حصلين على هذا المجموع في المرحلة الأولى السنة دي كام ما يقرب من واحد وتلاتين ألف يا الله سبعة وتسعين وستة من عشر أقصى حاجة هتتاخد منهم في كليات الطب عشر تلاف طيب والباقي بقى على كليات طب الأسنان والصيدالة والعلاج الطبيعي لو إجمالي دول كلهم مش هيوصل عشرين واثنين وعشرين ألف من الواحد وتلاتين إذن هناك نسبة ليست قليلة من اللي جايبين سبعة وتسعين وستة من عشر لان مش هيلح قطاع كليات الطب طيب وده يرضي ربنا ما هي المشكلة هنا في المجموع يعني هل هو المجموع هل دي علامة صحية أنه جاب المجموع ده أنه هو عبقر العباقرة ولا مجموع خادع دي نمرة واحد نمرة اثنين طب أنا هعمل إيه كجامعات ودولة خاصة دي كلات عملية كلها الطاقة الاستيعابية للكلية مثلا ألفين طالب أو ألف وخمسمائة طالب لو أنا خدت أكتر من كده لا عندي أماكن ولا عندي معامل ولا عندي مستشفياتك لما أنت هقدر أضرب دول كلهم فيه لما أنا هدخل عدد أكبر من العدد اللي بتقبله كلية طب أسنان على سبيل المثال يا أستاذ مؤلاء مش المفروض كل طالب له كرسي أسنان في الكلية أنا عندي في الكلية مثلا ربعمائة كرسي أي هل أنا قدر أقبل ستمائة طالب في كلية فيها ربعمائة كرسي ما أنفعش هيبطالب مئتين طالب وقفين مش هيتتعلمه ولا هيتضرب فهي مشكلة مركبة في بعضها طب هي مشكلة مركبة من اللي يحلها حلها أنا زنبي أنا كطالب حلها أن أنا أفتح مجالات أخرى وجامعات أخرى أكبر من العدد الموجود لاستيعاب الطلاب دي نمرة واحد نمرة اتنين طب عفوا خليني بس دخل مع الحل أن أنا أعمل فروع جديدة جامعات جديدة طب أنا قطالب دلوقتي أنا في ثلثة سنة وحتخل أقول لكم لي لا لا ده الحل مش دلوقتي عمره ليه لأن أصلا عشان أعمل جامعة ده أنا بأخذ فيها 43 سنة عشان أعمل جامعة إنما المفروض أن يكون كل مليون مواطن كل مليون مواطن لهم جامعة يعني أبناء المليون مواطن لهم جامعة يعني المفروض يكون عندي ما يقرب من مئة جامعة حكومية أنا عندي دلوقتي حوالي 26 جامعة حكومية تقول لي ما إحنا عندنا برضو جامعات خاصة مش كلها هيدا يدخل الخاصة لا كمان فيه نقطة كمان أنا عندي جامعات خاصة أكتر من عدد الجامعات الحكومية تصل لحوالي 32 جامعة أي إجمالي ما يتم دخوله أو التحاقب الجامعات الخاصة كلها دلوقتي لا يزيد عن 7.5% من إجمالي اللي بيدخل الجامعات الحكومية عدد الجامعات الخاصة كبير والعادة أولي وعادة طلاب الملتحكم الجامعات الخاصة أولي وعدد الجامعات الحكومية فالجامعات الحكومية ما زالت حتى الآن هي الحصان الرابع في العملية التعليمية في التعليم الجامعية يبقى محتاجين زيادة في إنشاء الجامعات أنا دلوقتي زودنا عدد الجامعات وبالتالي هينخفض الحد الأدنى وهاخد أعداد أكبر تمام هل الأعداد الأكبر اللي أنا أخدها في التعليم الجميع دي إما تتخرج هل هناك مظاهر تنمية في المجتمع ونمو واستثمارات تستوعب هؤلاء الخرجين وتشغلهم ولا تبقى نسبة البطالة بتزيد فإذا هي عملية لابد تكون مجتملة مظاهر تنمية في المجتمع مستشفيات وشركات ومصانع ومدن وكذا 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 يبقى كل خرجي الجامعات دول أو خرجي التعليم كله سواء تعليم الفن أو الجامعات كلما كانت مظاهر التنمية والعمران كتيرة يوميا وعملت زيد كلما سحبت جزء من البطالة اللي موجود وكلما استفدنا من الخرجين بدلا ما بيعود لي بعد التخرج سنتين ثلاثة على أن أشتغل وأربعة لأنا بستفيد به هي القضية لمنظومة متكاملة مع بعضها ولهذا بدأت في ظل هذا التكدس في الجامعات الحكومية بالنسبة للطلاب البحث عن فرص في الجامعات الخاصة لأن ما يكون مثلا المتوقع السنادي بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى المنتظر أن تتم يوم الأحد القادم هيفاجأ الناس أن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب على سبيل المثال 98.16 98.16 مع أن كليات الطب هيزيد عدد المقبولين فيها هذا العام بنسبة 10% عن الأعوام السابقة لأن أصبح عندنا عجز في الأطباء عجز بسبب أن ترك الأطباء نسبة ليست بالقليلة من الأطباء تركوا المستشفات الحكومية ووزارة الصحة وخلافه وإما اشتغلوا في الخاصة أو سفروا بره فوصل إجمالي العجز عندنا في عدد الأطباء حوالي 10.000 طبيب عجز في المجمل لكن عندي سوء توزيع ما زال عندي أطباء مكدسين في القاهرة وعواصل المحافظات ولكن عندي عجز في القرى والنجوة والقفور بشكل كبير جدا فإحنا هنزود حوالي 10% وما نقبرش نزود عن كده في الجماعات الحكومية فهنا الطالب بقى اللي جاي بـ 98.5 من 10 98.2 من 10 هو وأهله معتقدين أنه راس ما هيدخلوا الطب ما راحش ونفسه بقى ده ما أنت حضرك قولت 98.6 عقري المجموع ده يوديني فين بس مش هدخلني طب حكومة يبدأ الأهل يدوروه له على الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة عندنا مش كل جامعة خاصة فيها كليه الطب نحن عندنا حوالي دلوقتي سبع كليات طب في الجامعات الخاصة أي لكن رسومها عالية ومش كل يقدر عليها بالضبط تبدأ من حوالي 100 ألف مية وخمسة مية وستة ألف أقلهم إلى أعلى كلية أعلنت هذا العام وهي جامعة الدلتة ميتين وخمسة ألف في السنة ما شاء الله فلو أنت حضرتك قادر خير وبركة ميتين وخمسة ألف في السنة في السنة مصروفات أيوة ده مصروفات الكلية لسه مصروفات الإقامة لسه مصروفات الانتقالات لسه مصروفات الكتب ولا حدث ولا حرب أنت قادر تابع ولكن مش قادر بقى أو متوسط الحال ابنك يتعلم ويخش أو يبقى طبيب نفسك وقد يكون هو مش غاوي إنما نفسه يبقى دكتور يبقى لقب دكتور فممكن أبيعي اللي وراي أو اللي قدامي عشان أدخله جامعة خاصة فالمصرف هنا هل الوزارة أو الدولة تستطيع أن تتدخل في تحديد مصروفات الجامعات الخاصة لا عرض وطلب ليه؟ عرض وطلب هقول لحضرك ببساطة مش الجامعات الخاصة مش فيها رقاب عليها؟ في رقابة أكاديمية إنما بالنسبة للمالين ناحية المالية أنا بقول لحضرتك حاجة ذاتية ليه؟ أنت معاك إرشين وبتعمل مشروعات إسكان بتعمل الفيلا وبتكلفها خمسة مليون يتبحها بعشرة مليون اللي عاكبه أهلا وسهلا عرض وطلب عرض وطلب وكتبها لحضرتك فهنا اللي بيزيد أزمة القبول في الجامعات الخاصة إن اللي معروض من أصحاب المجامع العالية كتير والمتاح من أماكن محددة للجامعات الخاصة أقل أه وهنا في فتبدأ معلش في اللفظ الجامعات الخاصة تدلع بقى عاجبك تدفع كذا أهلا وسهلا تفرد رأيها بالزبط فهنا بدأت الدولة بس مشكلة كبيرة طبعا مشكلة كبيرة والله فبدأت الدولة تشوف منحة آخر عشان تحل مشكلتين مشكلة الطلاب أنا هنا بخاطب بس أولياء الأمور اللي شايفيننا دلوقتي والطلاب لأنها مشكلة معقدة طبعا كل سنة فهنا الدولة بدأت تتمل بفئتين الفئة اللي عايزة تتعلم ولكن لا لأت فرصة في الجامعات الحكومية ولا في الجامعة الخاصة فبتسافر بره في أوكرانيا وفي روسيا وكذا وكذا وإذا سافرت هنا كمنح لا 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 على حساب الطالب يتعلم بره يتعلم بره بس هيدنه طول فترة دراسته بره أي قاعد مغترب اللي وحده مصاريف عالية متعرض لثقافات مختلفة خالص هناك قلق عليه ده ممكن ما يرجع ليش بعد ما يتخرج ولا حاجة مباهر بطبيعة المجتمعات اللي هو عيش فيها وحاجات كتير قوي فبدأ الرئيس عفتاح السيسي يتجه التجاهين اتنين من أفضل ما يمكن اللي هما أن يفتح الباب وطلب من وزارة التعليم العالي أو للحكومة أنها تعمل فروع للجامعات لجامعات دولية في مصر وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة للجامعات المتميزة أن النوعية الشريحة دي بدل ما تسافر بره تبقى موجودة هنا تبقى موجودة وفي مجتمعي وكل حاجة والشريحة دي تملك خلاص أدام تملك خلاص هنا تنفق هنا وتاخد الشهادة من هنا بس الشهادة اللي تاخدها اللي تصدرها الجامعة الأم في إنجلترا في فرنسا في ألمانيا يعني شهادة أجنبية أي فبدأ يوجد نوع من الجامعات الدولية فروع لجامعات دولية في مصر وعشان الهدف كمان يعمل نوع من الحراك والمنافسة مع الجامعات الخاصة والحكومية لأن ما لاقي فيه جامعات أخرى متميزة ممكن تاخد مني الشو تاخد مني كذا كذا أنت ما شوف هي نجحة إيه ومتميزة في إيه وحاول أنا أعمل زيها فهنا التنافس هيبه لصالح العملية التعليمية تبقى فيه فئة متوسطة الحال بقى لا تملك إنها لا تخش دي ولا دي ولا مجموح حيدخلها الجامعات الحكومية المجانية فأوجد ما يسمى بالجامعات الأهلية جامعات الأهلية عشان أبسطها بس للسادة المشاهدين لأن هناك لبس لدى الناس كتير أو دلوقتي لأنها لسه جامعات جديدة وتبقى الدراسة بها أول مرة طب نفوق اللبس كده وإحنا بيتكلم عن الجامعات الأهلية إحنا عندنا أربع أنواع من الجامعات عند جامعات حكومية زي القاهرة وعين الشمس وأسيط والمنصورة دي جامعات حكومية مملوكة للأول للدولة مملوكة للدولة والدولة بتنفق عليها من ميزانية الدولة الحكومية تمام يبقى عند جامعات الحكومية الحكومية وعند الجامعات الخاصة مملوكة لأفراد أو مؤسسات أو شركات أي إن كان الملكية وفي هذه الحالة العائد من الرسوم بتحط في جيب المالك وينفق منها على هذه الجامعات والأرباح له هو تمام هذه الجامعات الخاصة وعند جامعات الدولة في تحديد المصرفات عند جامعات دولية الدولية فروع لجامعات دولية ودي الفروع دي تابعة لهذه الفروع الأجنبية وشهادتها أجنبية من الدولة الأم جميل ورسومها أعلى من الجامعات الخاصة ومرتبطة بنفس الرسوم يكاد اللي موجودة في الجامعة الأم وبر أما الجامعة الأهلية أيوة فالجامعة جديدة جديدة ده لسه أول مرة السنة دي تبدأ ثلاث جامعات تمام جامعة الجلالة فوق جبل الجلالة على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر حاجة رائعة جدا رائعة منظر صحيح ما شاء الله ودي موجودة في محافظة السويس على البحر الأحمر تمام في جامعة العالمين الدولية الجديدة في مدينة العالمين ومطروحها والستاذ مولايما تشوف العالمين دلواتي ده قصة تانية خالص والسحل الشمالي كلها بحاجة تانية خالص صحيح ده على مستوى كل ساحل البحر المتوسط بدءا من العريش أو المرفح لحقق المغرب صحيح حاجة مميزة جدا الجامعة الثالثة هي جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء ولكن دي لها ثلاث فروع فرع في مدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء وفرع في مدينة رأس سدر وفرع في مدينة شرم الشيخ هذه الجامعات السلاسة اللي صدر قرارات جمهورية بشأنهم ولكن في جامعة رابعة صدر لها قرارات جمهورية لكن هتبدأ العام القادم وجامعة المنصورة الجديدة في مدينة المنصورة الجديدة لكن هنبدأ في الجامعات التلاتة اللي هتبدأ فيهم الدراسة السنادي اتبنوا على أعلى مستوى لا أقول لي الأول يعني هي الجامعة أهلية لا أقول لك أهو اتبنوا على أعلى مستوى من اللي بناهم؟ الدولة تمام يعني قريبا من الجامعات الحكومية هي جامعات حكومية الدولة اللي بناتها تمام كلفتها كاملة حد دلوقتي أستاذ مولام أربعين مليار جنيه تمام مباني ومعامل وورش ومستشفيات وكل التجيزيات الخاصة بها لو أنا بقى كمستثمر قطاع خاص وتيجي تقول لي الطالب اللي هيخش الجامعة دي بعد ما أنا أنفقت أربعين مليار جنيه يبنوا الرسوم كام ممكن ما تقلش عن نص مليون جنيه ولا ربعمائة ألف تمام واخد بل حضرتك لا الدولة هنا جعلت ما فعلته منحة للطلاب إلا هيلتحقوا بهذه الجامعة يعني مش هآخد منهم أنا كدولة إلا المصروفات بتاعة التكلفة اليومية أو السنوية للجامعة يعني في حدود كام هتختلف من كلية لكلية وأنا هوصل لك لكل كلية هقول لك الرسوم خدوا لكم معي الأستاذ رفعت بيفتح لنا باب تاني خالص مختلف تماما أنا دلوقتي هو بقول لنا الحد الأدنى لدخول المرحلة الأولى علم علوم 97 و 18 وكان الحد الأدنى للمرحلة الأولى في علم رياضة 94 و 14 نقول بس أستاذها عشان نوضع عشان نوصل لمسألة الجامعات الأهلية دي لأن ممكن كتير يستفد منها دلوقتي الحد الأدنى كان لدخول المرحلة الأولى أي 97 و 18 تمام علم علوم علم علوم ودي حالي 31 ألف ألف طال الحد الأدنى لدخول شعبة الرياضيات دي كان 94 و 4 من 10 ودي عدد الطلاب اللي دخلوا المرحلة الأولى 16 ألف تمام من 80% أو بالتحديد 79 و 9 من 10 99 79 79 ده الأدنى و 9 من 10 آدي الحد الأدنى لدخول المرحلة الأولى أي الإجمالي المرحلة الأولى 150 ألف لسه العدد الأكبر لسه ما دخلش ده لسه دور تاني شغال لا والمرحلة التانية لسه و هيب عندي كمان دور تاني لأول مرة السنة إما تعلن نتيجة التنسيق يوم الحد إن شاء الله إما تعلن نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى بعدها بـ 24 ساعة تبدأ المرحلة التانية ودي قد تستوعب ما يقرب من 180 ألف أي بس ده بيبقى الجزء الأكبر على الكليات اللي بتاخد أعداد كبيرة ثم تبدأ بعديها الجزء الأول من المرحلة التالتة من الدور الأول أخذ الورق بتاعه بتاعته أو الرغبات بتاعته واركنها وانتظر الدور التاني اللي حضرتك أشارت إليه اللي هم بيمتحن دلوقتي ودول عددهم 105 ألف اللي هو سائد في مادة أو مادتين طبعا لو نجح عشان نرجع بعد كده للجامعات الأهلية نكملها بالتفصيل لو نجح في مادة أو مادتين وإجمال المجموع اللي هيكون حصل عليه يدخلوا كلية من كليات القمة اللي أفلت في المرحلة الأولى هيخشها يعني إذن إما ينجح في الدور التاني مش هيحرم من فرصة دخوله الكلية التي تتفق والمجموع بتاعه مش لأنه دخل المرحلة التالتة ومعادش فيه أماكن في الجامعات يبقى مش هيخش الجامعة في الكلية اللي هو تتفقهم لا إن شاء الله لو مجموع عالي ودخلوا كلية من كليات القمة هيئي هيخش لكن فينا وعية طبعا عندي طلبة أجلوا امتحاناتهم أجلوا ودول عدة ألاف مش عدد أولاية دول أجلوا امتحاناتهم بشكل استثنائي السنائي بسبب ظروف كورونا الوزارة والدولة تقبلوا ما هي الوزارة قالت كده ناس خايفة طلاب خايفين تمام أولي أمور خايفين على ولادهم تجربة لسا جديدة بالنسبة لنا ممكن مخشش متحان خالص تمام فالدولة قالت الآن وعشان يطمئن لما يشوف طلاب الضور الأول يخش والإجراءات الاحترازية اللي إحنا عايزنا من لأنها كدولة لو حاب يخش الضور التاني يخش الضور التاني بكامل المواد بتاعته وكأنه داخل الضور أول تمام وهيأخد درجاته كاملة التي سيجيب عليها في كل مادة ليه لأن اللي داخل الضور التاني نوعيتين اللي صائد في مادة أو مادتين بيأخد خمسين في المئة من الدرجة تمام ده اللي صائد أما اللي داخل لأول مرة دي أنهم أجل من طب ولو جاب ملحق هيدخل الضور تالت بقى لا الأول بس عشان إيه المسايدين ما يطلق بطوش تمام أنا عندي نوعيتين في الضور التاني الجزء اللي صائد من الضور الأولاني تمام اللي هو مية وخمسة ألف صائد في مادة أو مادتين تمام إما ينجح في المادة أو مادتين بيأخد خمسين في المئة من الدرجة مهما كانت درجة إيجابته ده نظام الضور التاني تمام طب المجموعة الأخرى اللي أجلت من الضور الأول امتحانها بالكامل ودخل الدور التاني وكأنه الدور الأول بالنسبة لها هنا إما بيجاوب في المادة بيأخد الدرجة الفعلية التي يستحقها بناء على إجابته سبعين في المئة تسعين في المئة مية في المئة أفل المادة بيأخد درجاته كاملة ويأخد تنسيل وبيتوزع وبيتوزع على حسب مجموعه زي المرحلة الأولى بالظبط تمام تماما يعني مع مول حسابهم شي طبيعي تمام طب لو سئت النوعية دي بقى أي لو سئت في مادة أو مادتين مبدأ المساواة أنا دوراتي أنا عايش دور تاني لي لأن كان الدور التاني اللي أنا دخلته هو بمسابة الدور الأول أي فهي تعامل لهم دور تالت وده يبقى لأول مرة لأول مرة فهي تعامل دور تالت إحنا بنسميه دور تالت لكن هو بالنسبة لهم دور تاني تمام فإذا سئت في مادة بس أو مادتين لأن لو زاد عن كده يبقى سئتوا بيعيد السنة في عدد المواد التي رسب فيها ففي الحالة دي بيخش دور تاني أو دور تالت قصدي وبينجح بخمسين في المئة المادة ويتم توزيعه على حسب الحد الأدنى للكليات نرجع بقى للجامعات الأهلية طب قبل ما يجي بس بقيت لي سؤال سؤال كل الناس بتسأله يا سوز مولهم هل الجامعات الخاصة أثرت على تنصيق كليات الكمة؟ يعني هي أثرت يعني أن ما يكون أخذ في طب عين شمس 1800 طالب أي وبأخذ في أي كلية من كليات الجامعات الخاصة بحد أقصى ربع مئة طالب وزي نقولت لك إجمالي كل اللي موجودين في الجامعات الخاصة ومعظم الجامعات الخاصة بالمناسبة مركزة على الكليات العملية اللي تجيب لها فلوس اللي تحط رسوم عالية صحي طب وطب أسنان والصيدلة والهندسة والعلاج الطبيعي في المقام الأول كل الجامعات الخاصة يكاد يكونوا مشتركين في هذه الكليات فإجمالي الملتحقين بهذه الكليات يمثل 7.5% مما هو موجود في الجامعات الخاصة بمعنى إجمالي طلب كليات الطب في الجامعات الخاصة لا يساوي إجمالي ما يتم إلحاقه بكلية الطب في جامعة حكومية واحدة زي جامعة القاهرة أو إن شمس شوفها فهنا أنا مش فاهم هو السؤال ويقصد إيه هي نبرد حزن يعني بقولك طب الطالب اللي جايب 97.5% ما احنا شرحناها لا 5.10% ده يخش منحلة تانية وما دخلش كلية كمة وصاحبه جايب 90% وداخل طب خاص بفلوسه إيه الحل لا بفلوسه هنا بقى ده مش 90% لو طالب جايب 98.4% وما دخلش طب في جامعة حكومية هيروح يخش طب في جامعة خاصة ما دام هو مصر على دراسة الطب 98.0% مش 90% بقى أستاذ ملهم 98.4% لكن ربنا مديله فلوس أو أهل مديله فلوس بدل ما يخش طب أسنان أو صيدالة أو علاق طبيعي يقولك لا أنا عايز طب ببشر فقدامه الجامعة الجامعة الخاصة ويتفعله الرسوم التي تتفق وهذه الجامعة بدءا من 105 ألف لحد إن شاء الله 200.5 ألف زي ما هو موجود في جامعة الدلتة جامعة بدر مثلا على سبيل المثال فينا في القاهرة الرسوم بتاعة الطب فيها 185 ألف جامعة نيو جيزة على أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي 175 ألف هناك جامعات زي جامعة مصر اللي هم التكنولوجيا حوالي 105 ألف يعني هي بتتفاوت ليه؟ لأن هنا فيه فلسفة مختلفة داخل الجامعات الخاصة في الحتة دي بعضهم يرى إن أنا لو غليت الرسوم بتاعتي كنوع من يعني أنا متميز وفيه نوعية من الناس تحب كده تقول لك أنا أروح الجامعة الأغلى الأغلى دفع كده زي اللي يروح مدرسة خاصة دلوقتي بتاخد 280 ألف و300 ألف في السنة ويعود ويتغنوا في النهدي والنهاجة وتفخروا أنا ابني بتفعلوا كده والمهمة المحصلة في النهاج ده الأهم بالذات وجامعات أخرى تقول لك لا أنا أخفض الرسوم بما يرضي الله بما يتناسب وما أنفقه على الجامعة يشتغلوا في فكرة طربة وتعليم طيب فيه أستاذ سؤال الأستاذ رفعت نحن نقيم في الكويت وبقدر الله بسبب كورونا نتيجة الثانوية العامة بتظهر يوم 29 فما هو موقف أولادنا من التنسيق في بلدنا الحبيب مصر وخاصة أن إنهاء الأوراق بيستغرق من أسبوع إلى أسبوعين يعني دخلنا في شهر عشر لا ده المجلس الأعلى الجامعات والدكتور خالد وفار وزير التعليم العالي حسم هذا الموضوع رسميا وقال إن وقت ما تنتهي إعلان نتائج أبنائنا في الدول العربية سواء بالنسبة للشهادات العربية المعدلة أو الشهادات الأجنبية زي الأي جي والأمريكان دوبلوم والأبيتور الألمانية وخلافه وقت ما ينتهي إعلانها ويجيب ورائهم ما يتعامل لهم تنسيء خاص بيهم إن شاء الله يكون في شهر عشر أو شهر إحداشر ومش هتضيع فرصتهم إطلاقا في الاتحاق لا بالجامعات الحكومية ولا بالجامعات الخاصة جميل الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية نرجع تاني الجامعات الأهلية إذن هم ثلاث جامعات زي ما أنا أشرت قلنا جامعة الجلالة جامعة العالمين وجامعة الملك سلمان وفيها فرعين فرع الطور ثلاثة فرع طور وفرع رصدر وفرع شرم الشيخ بالمناسبة المجلس الأعلى للجامعات أيضا خد قرار الجلسة الأخيرة إن بدءا من العام القادم هتبدأ ست جامعات حكومية معظمها في الصعيد تنشئ لها فروع دولية تابعة لها في نفس المحافظة جميل من عام القادم يعني جامعة أسيوت مثلا تعمل جامعة أسيوت الأهلية أنا عندي أعضاء تدريس جهزين عندي البنية الأساسية من مستشفيات وورش ومعامل جهزة عندي كل البنية الأساسية اللي أنا هحتاجها وبالتالي مش هتكلفني كتير لكن هيفيد في إيه أولا هيخف الضغط من على جامعة أسيوت نمرة اتنين العائد المادي من رسوم الطلاب في الجامعة الأهلية هيبقى لصالح الجامعة الحكومية اللي مش بمصروفات وبالتالي تبدأ تنمي نفسها وتطور نفسها وفي نفس الوقت عملت جامعة أهلية تابعة لها تشارك في التكلفة التعليم وتعمل نوع من التوسع وتعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة الموجودة حاليا أنا مادي بس جامعة أسيوت كنموزج إنما تبقى في ست جامعات منها جامعة القاهرة وجامعة عينشامس وجامعة المنصورة وهكذا وجامعة أسوام يعني بس معظمهم في الصعيد نيجي دلوقتي بالنسبة لفكرة الجامعة الأهلية إذن رسومها بتضخ فيها مرة تانية لا بتخش في جيب مالك ولكن تتبع الدولة ولكن تتبع الدولة وأنفقت عليها هذه المبالغ الضخمة طب الفلسفة من وراء إنها تعمل حكتين اتنين إنها تستهدف الطبقة المتوسطة الغير قادرة على إنها يعني أنا بتمنى بس مرة أخرى أحبابنا الكرام اللي بيشاهدون يركزوا جدا في كلام الأستاذ رفعت في مسألة الجامعات الأهلية لأن ممكن الجامعات الأهلية دي تفض اشتباك كتير وصداع كبير عند كثير من أولياء الأمور ابنك جاي بدرجة كبيرة أو مجموعة كبيرة وما أنتش عارف هتوديه فين ما هو أنت باب بين حكتين طب الحكومية مش عارف أدخل فأنت هتضطر تعمل إيه أدخل في الجامعات الخاصة طب الجامعات الخاصة بصرفها كتير أنا ما أقدرش عليه نركز بس في موضوع الجامعات الأهلية لأن جديدة وهي تتبع الدولة مش بتتبع أشخاص زي الجامعات الخاصة خدوا بالكم من الكلام ده وعشان كده يتعامل لها مكتب أو منصة إلكترونية واحدة أستاذ ميلهم الوزارة اللي عملتها للتقدم للثلاث جامعات من خلال هذه المنصة إذا أنا مش هروح للجامعة أتقدم لأن الجامعة دي مملوكة للدولة فمن خلال المنصة دي هتقدم بس أتقدم لأي كليات فلسفة هذه الجامعات إن أنا أعمالها للطبقة المتوسطة اللي أنا أشرت إليها اللي مش أدري لا على الجامعات الخاصة ولا مجموحها برضو ولا مجموحها يوصل لحد الجامعات الحكومية فدي فئة والفئة دي أن ما أنا أستوعبها في الجامعات الأهلية ما أنا بخف الضغط عن الجامعات الحكومية أيضا ويبقى صالح الجامعات الحكومية وبدّي مساحة أكتر لطلب أن أخذهم أكتر في الجامعات الحكومية ده جانب الجانب التاني إن التخصصات اللي موجودة في الجامعات الأهلية كلها تم تحددها من قبل وزارة التعليم العالي الخبراء ولجان قعدوا سنتين اتنين يعملوا في شكل برامج مش كليات يعني مثلا أنا عايز أدرس برنامج للفنون يوم أخش على موقع الجامعات الاهلية البرنامج ده في أي جامعة أنا عايز أدرس برنامج في التصميم في المنسجات في الموسيقى في الإعلام الإلكتروني في الحاجات المتقدمة في طب أسنان مش داخل كلية برامج كلها بتساعد على سوق العمل ومدروسة اللي احنا محتاجينه دلوقتي مش محتاجينه في البيئة اللي موجودة فيها الجامعات الجامعات دي في مناطق تكاد تكون جديدة وصحراوية حد ما التخصصات اللي محتاجها المجتمع كله سواء المصري أو العربي أو الإفريق أو الدولي تيجي تقولي أو الدولي إزاي تم رسمياً وبقول لحضراتك كلام رسمي مش بوجهة نظري تم عقد اتفاقيات دولية مع العديد من جامعات دولية في شراكة بينها وبين هذه الجامعات الأهلية أن تكون الشهادة التي ستصدر من هذه الجامعات الدولية الأهلية شهادة مزدوجة تمام شهادتين اتنين يصدروا باسم الجامعتين مثلاً أنا عامل شراكة مع سين من جامعات الألمانية جامعة ألمانية يبقى الشهادة طلع من هذه الجامعة الألمانية ومن الجامعة الأهلية اللي أنا فيه متصدق يبقى أنا بشتغل في السوق المصري والعربي والسوق الأوروبي طب خليدي الكلام الجميل أنا مثلاً فيها طب فيها طب يعني كل كل يار فيها طب وفيها صيدالة وفيها طب أسنان طب المجمع طب المجمع عشان أنا دلوقتي دي جامعات جديدة أي وعشان أشجع قبول الطلاب فيها وعشان هيروحوا في مناطق بعيدة شوية بالنسبة لهم مثلاً في جنوب سينة وفي جبل جلالة وفي العالمين قلنا نخفض وهي أماكن كلها مهيئة ليهم أيوة مش يعني من الصحر لا لا الجامعات كلها اتبنت بالكامل هناك مقر لسكن الطلاب هناك رعاية صحية عمل متكامل إنما أنا بقول إيه إن أنا مش أخش في وسط القاهرة جامعة زي جامعة خاصة في وسط القاهرة وروح أبايت في بيتي أنا ممكن هكون متغرب مغتار فهنا لابد إن أنا أعمل نوع من الجذب الأول للقبول في هذه الجامعات وليس تقليلاً من شأنها زي ما البعض فهم من اللي أقول لحضرك دلوقتي لكن هو عملية جذبة في الأول من الطلاب لهذه الجامعات الجامعات الخاصة صدر قرار منذ عدة سنوات ومشي عليه الجامعات الخاصة دلوقتي إن التقدم يا أستاذ مولهم ليه الحد الأدنى للتقدم في كليات الطب البشري يجب وقل لا يقل عن 95% الحد الأدنى للتقدم أي في الجامعات الأهلية أقل من ذلك 5% 90% 90% الجامعات الخاصة الحد الأدنى للتقدم اللي بقية قطاع كليات الطب وهي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90% في الجامعات الأهلية 85% تمام الجامعات الخاصة الحد الأدنى للتقدم في قطاع كليات الهندسة 80% في الجامعات الخاصة الجامعات الأهلية 75% تمام فإذا هنا أنا مش بقلل عشان أخذ طالب ضعيف أنا بعمل عامل جذب عشان لسه جديدة وبعدين ده أنا أعمل حاجة تانية مش مجرد أنك أنت جايب 75% وعيس تدرس هندسة أن أنا أخذك على طول أي أنت هتتقدم ده حد أدنى للتقدم لكن هيتعامل لك اختبار قبول تمام إذا نجحت في اختبار القبول ووجدت أنك مهيئا لدراسة التخصص اللي أنت عايزه مش مجرد أنت معك إرشين اللي هو هتتفحهم في رسوم الجامعة الأهلية وعايز تتعلم كذا وإنت مش راغب وإنت مش مهيئة مش هقدك انتحان القبول ده هيبدأ يفصل ما بين الطالب الراغب والطالب غير الراغب لما إذن قادي رسوم الجامعات الأهلية قادي أصد الحد الأدنى قادي الحد الأدنى لدخول الجامعات الأهلية وقادي الفلسفة من إنشاء الجامعات الأهلية تعال بقى للرسوم أيوة عشان نختم بقى بيها شوف احنا دلوقات كنا وصلنا في الطب أقصها ميتين وخمسة ألف أي وبدأ أقلها حوالي مية خمسة ألف أي الطب في الجامعات الأهلية هي رسوم واحدة في الطب مية وخمسة ألف آه يعني مش وصلة مية وسبعين ومية وتمين ومية وتسعين زي الجامعات الخاصة أقل والثلاث كليات الطب اللي موجودين في الجامعات الأهلية تسعين مية وخمسة ألف تعالى بالنسبة للصيدلة الصيدلة خمسة وتمانين ألف في الجامعات الخاصة غير كده خالص بالنسبة للطب أسنان سبعة وتسعين ألف بالنسبة للهندسة تسعة وستين ألف الحد الأدنى برضو للإعلام شوف حضرتك إعلام القاهرة أو كليات الإعلام الحد الأدنى لا يقل عن حالة 94-95% بيبقى أقل في الجامعات الخاصة هنا نزل الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية للإعلام على سبيل المثال لحد 55% تقول يتموا 55% ده مستوى ضعيف إلى حد ما أنا بأعمله اختبار عشان أطمئن إلى أن هو راغب في دراسة الإعلام لأنه ممكن يكون جايب 8% هو غير راغب دون نسبة الإعلام أستاذنا الدكتور سامة عبد العزيز بعث لرسالة حالا بيقول أن لقد حضرت أول أمس اجتماع لجنة مراجعة لوائح الجامعات الأهلية بمنتهى الأمانة والتميز والتفرط فكرا بالضبط ومناهج لا تشبع على إطلاق بينها وبين أي كلية منظرة مما يزيد من المنافسة والتكامل مع الجامعات المصرية بكل أنماط طبيعية أول كلية للإنتاج الإعلامي في مصر شوف التخصصات بقى شوف التخصصات ده اللي أنا كنت أتكلف وأكبر نسبة مكون تدريب عمل حقيقة بإمكانات غير مظبوطة تمام في هذه الكليات إذن هي برامج برامج أساسا في الكليات وليس المقصودين أن أخش كلية في المطلق وده اللي أشارت إليه سواء بقى في الإعلام في طب الأسنان في الطب المشري في الصيدلة في الفنون في الاقتصاد وهكذا أنا بركز على البرامج المتميزة التي يحتاجها سوق العجو وهذه الرسوم الدراسية اللي أنا أشارت إليه البعض يقول هل الرسوم دي شملة شملة السكن السكن لا السكن ليه لأن هي نوع من المساواة ما بين الطالب اللي مش هيحتاج سكن مني أنا كجامعة وبين الطالب اللي محتاج سكن فهو دلوقتي إذا كان هو هيسكن على حسابه في محور الجامعة خير وبركة عايز يسكن من خلالي بيبقى يدفع رسوم السكن بعيدا عن الرسوم الدراسية لكن حقه علي أن أنا أوفره الرعاية الصحية جميل الجامعات الأهلية والملف ده محتاج أن احنا نتكلم فيه بتوسع فيه بلقاء قادم إنه محتاج الفكرة بتاعته تصل لكل الناس في كل مكان نعم بمناسبة نموذج من الجامعات الأهلية أشجر هارفورد جامعة أهلية اللي ميزانيتها تساوي ميزانية عدة دول طب آخر جملة أستاذ طب أنا لما أنا أقول الطب 105 ألف والهندسة واقعي لآخره 85 ألف طب ما هو كده شابهة بالجامعات الخاصة لا بها وفاها فلوس برد لا شوف أنا قلت لحضرتك ديتك نموذج واحد بس من الجامعات الخاصة بالنسبة للطب اللي نازل بالحد الأدنى بتابير الرسوم إنما 99% منهم الرسوم بتاعت الطب أكتر من 150 ألف تمام يبقى بيحتاجين نتكلم عن الجامعات الأهلية ومسألة المرحلة الأولى النتيجة اللي هتظهر نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق اللي هتظهر يوم الحد وبعدها مباشرة 24 ساعة هندخل في المرحلة الثانية ومسألة يعني أخواتنا وأخواتنا اللي بيمتحنوا دلوقتي فيه مسألة الدور الثاني واللي أيضا الطلبة اللي دخلين الدور الثاني لأول مرة يعني بيمتحنوا لأول مرة بحكم يعني جائحة كورونا إلى آخره طب اللي حيجي منهم ملحق هيدخل دور ثالث خاص به هو الثاني خاص به يعني إحنا عندنا دور ثالث كمان فيه وده يكون لأول مرة المرحلة الثانية وتفاصيلها والتنسيق وإلى آخره وأيضا مرة أخرى في مسألة الجامعات اللي هي لأن إحنا ده باب جميل بنفتحه لكل الناس في كل مكان من أجل أنه ممكن يعني يفك للشباك اللي موجود عند كتير من أولياء الأمور وعند الطلبة والطالبات أكيد بالتأكيد حنسعد بالأستاذ رفعة مرة أخرى ونفتح هذا الملف بالتفصيل مرة أخرى إن شاء رب العالمين ربنا يبارك فيكم جميعا وبشكر كل من تواصل معنا من خلال رسائل الواتس ربنا يبارك وبنشكر أستاذنا الجليل الدكتور سامي عبد العزيز على هذه الرسالة الجميلة القيمة والإضاحة الجميلة أنا أشكرك أستاذ رفعة شكرا جزيلا نسعب بالدائم ربنا يبارك فيك والتحية وتقدير لحضراتكم أحباب من الكرام من قصة قناة الرحمة وافر تحيات وتقديري وأحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته